موسيقى موسيقى هياكم الله من تديد يعتبر التعرق الزائد مشكلة تسبب الإحراج والمضايق لدى الكثيرين ولكن هناك من يلجأ إلى التخلص من المشكلة بحقن إبر البوتوكس ولكنه أمر مؤقت أما الحل الدائم فيكمن في تقنية تعتمد على الموجات الحرارية وهو إجراء سريع في العيادة يوفر حلا دائما لإفراط تعرق الأبط ونتائج دائمة للتعرف على هذه التقنية تنضم إلينا في الستوديو دكتور أمانال المنصورة خصائية ليزر وتجميل صباح كرلب الخير دكتور صباح الخيرات أهلا وسهلا خلينا على طول ندخل في هذه التقنية يريد تشرحي لنا كيف تعمل هل هو ليزر ولا لا كم جلسة يعني اللي يتفرج علينا وحابب بحل المشكلة حدثين عن هذه التقنية نعطي مقدمة بسيطة عن مشكلة زيادة التعرق في إلها أسباب كثيرة سواء مرضية أو فيسيولوجية منها التوتر منها السمنة منها نوع الأكل اللي يأكل الشخص كانت هناك الكثير من الحلول السابقة الطبية والغير طبية الغير طبية معروفة مزيلات التعرق أما الطبية بدت بالجراحات والليزر والبوتوكس والآن بالثورة التقنية الجديدة اللي تعتمد على الموجات الحرارية كيف تعمل هاي الموجات الحرارية؟ إذا بنتكلم عن أصل التعرق التعرق لا يأتي من غدة سوري هذا هو الجهاز اللي نتكلم عنه اليوم لا يأتي التعرق من غدة في باطن الجسم إنما من الجلد نفسه من السطح أيوة فهذا الجهاز يسلط حرارة عالية جدا على سطح الجلد وينتقى على المسام العرقية فيؤدي إلى انكماشها بالتالي يخفف التعرق بنسبة كبيرة ولكن لا يمنعه لأن التعرق يعتبر ظاهرة صحية نحن نحتاج نتعرق من الجسم ولكن في الأبط بالذات لأنه يكون مصحوب برائحة غير لطيفة ولكن نحاول تقليلها فبعد ما توجه هذه الموجات الحرارية على الأبط وتصغر المسامات هل في خطورة مستقبلا على نفس المنطقة خصوصا مع التعرق الزائد إذا بدلت مجهود رياضة أو أي شيء تماما لا لأن عدد الغدد العرقية في منطقة الأبط يشكل 8% من باقي الغدد في الجسم لذلك لما أنت توقفها نعم لما توقفها ما يضر العملية الفيسيولوجية عملية التخلص من السموم والأملاح الزائدة في الجسم طيب كم مدة الجلسة هل تصلح لجميع الأشخاص مثلا هل هي جلسة مرة واحدة فقط دائما معظم العلاجات الطبية والجراحية نفضل أنها تجرى بعد مرحلة الاستقرار البدني والهرموني بالذات بعد عمره 18 سنة يكون أفضل أجراءها ممكن تصلح لأي شخص يشتكي ويتضايق من فرط التعارق في منطقة الأبط العلاج يكون بإجراء التخدير الموضعي لمنطقة الأبط عن طريق الكريم ثم الحقان السطحية البسيطة جدا وبعد ذلك نسلط الضربات على منطقة الأبط على شكل دقيقة من السخونة وفيما بعد دقيقة من التبريد بمدة الجلسة ساعة ونص تقريبا مع التحضيرات كاملة جسة واحدة فقط معظم الناس جلسة ولكن في منطقتنا العربية مع الجو الحار ونوع الأكل اللي احنا ناكله أفضل جلستين حتى بعض الأشخاص اللي يكون عندهم فرط تعرق مفرد جدا يحتاجون ثلاث جلسات كم يدوم تقريبا؟ النتيجة تكون فورا بعد الجلسة الدوام يكون سنوات وسنوات الريحة تنعدم تماما مثلا للعنون عندهم مثلا على الأقل ستين إلى سبعين بالمئة وما ننسى أن هناك عوامل أخرى يجب أن يتحكم الشخص فيها مثل نظافة منطقة الأبط طريقة إزالة الشعر نوع الملابس نوع الأكل يعني عدد مرات الاستحمام وغيرها هي تعالج المشكلة التعرق وليس الرائحة أكثر هي مشكلة فرطة الاثنين بالعكس إفراز العرق بحد ذاته والرائحة أيضا لأن المسامات اللي تفرز الرائحة المزعجة تكون موجودة في الأبط لا تكون موجودة في اليدين أو الجبهة فهذا الجهاز هذا الفرق بينه وبين البوتوكس سابقا إيش فرقه كمان على طريق البوتوكس إيش فرقه تقنيا عن البوتوكس يعني البوتوكس عبارة إيش يسوي عن مادة مرخية لما تحقنها في المسام العرقية تؤدي إلى خدر ونوم الغدد العرقية مدة أربعة أشهر تنام ولكنها عمليا لما تعود تصحى ما يقل نشاطها بأي طريقة إنما هذا الجهاز يصغر حجم الغدة بشكل دائم يعني علاج دائم مقابل علاج مؤقت لبوتوكس طيب هل ممكن استخدام هذه التقنية في الأطراف مثلا اليدين القدمين أماكن أخرى للتعارف؟ يعمل المطورون حاليا على يطورون رأس خاص باليدين والقدمين لكن حاليا هاي التقنية الثورية يعني تصلح فقط لمنطقة الأبط عن إيش يسألوا الناس عن هذه التقنية إيش ألها اسم مثلا؟ نعم تسمى الميرا دراي معروفة الميرا دراي دراي معنات الجفاف جفاف نعم طيب نحن نشكرك طبعا دكتورة منال المنصورة يا خصائية ليزر وتجميل وإذا نزلت التقنية حق اليدين خبرينها عشان نطرح الموضوع مجدد لأنه في الناس يعانون فعلا مشكلة تعارق اليدين والأطراف شكرا لك يا دكتور لا أفو شكرا